ايضا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا سورة الكهف تقرأ في كل جمعة هو النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أن تقرأ الكهف في كل جمعة لكن لماذا الوصية جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ الكهف الجمعة يجعل الله عز وجل لهما بين جمعتين نورة فأوصى الملك والمملوك والتاجر والغني والعالم يعني أوصى جميع فئات المجتمع أنا أتمنى حيانا أن تكون عندي سبورة على الأقل نكتب وأشرحها الآن لأن سورة الكهف في أولها فتنة الدين إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هذا ثم بعد ذلك فتنة المال إذ دخل جنته وظالموا لنفسه انظر فتنة الدين فتنة مال انظر رجل يعني كأن عالم كأن رجل يعاني من الفتن النبي سيقول له اقرأ سورة الكهف وانظر كيف صبر القوم والله عز وجل سينصرك ناموا في كافة ثلاثمائة سنة فاصبر ثم فتنة المال كأن الله عز وجل يخاطب الغني أنك لا تختر بمالك انظر هذا اختر بمالك فذهبت ثم انتقل للخضر وموسى فتنة العلم حتى العالم لا يختر بعلمي أنا أعلم أهل الأرض لا هناك من هو أعلم منك لكن الإعلام لم يظهر واضح؟ ثم انتقل لذي القرنين للملوك أنه لا تختر بملكك ولا بسلطانك فهذا ذي القرنين وانظر ملك مشارق الأرض ومغاربها ومات واضح؟ فليذا النبي سيقول له اوصى بسورة الكهف حتى يقراها جميع الناس كل مسلم فلا يوجد أحد عوجه الأرض إلا وفيه هذه الثلاث إما فتنة الدين يعاني منها كالفقر وغيره والفتن أو فتنة مال الأغنياء أو فتنة علم كموسى والخضر عليه السلام أو فتنة سلطة أسأل الله الذي لا إله إلا هو لي ولكم الثباتة والسداد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر